موسيقى مرناها لناف زيت سقن عميك بيغلي على درجة حرامية خمسة وخمسين وبعد كده بردناها وحشناها حشوات ثلاث حشوات مختلفين وعملنا لها غطاء مختلف تقدري تعملي بسكر بودرة تقدري تعملي بسكر سنترافيش تقدري تعملي بشوكولاتة الوان تقدري تعملي بفرماسيل واحده او بجلي وتحطيه في فرماسيل زي ما انت عايز تعالوا نبدأ النهاردة ونعرف حلقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم حلقتنا هنعمل ايه هندمس فول هندمس فول وبعد كده نطلع منه مشتقات اول حاجة هنعمل تدميس الفول ونشوف تدميس الفول ازاي ونعرف حبة الفول اللي احنا نشتريها من السوق عشان ما تدرش لو في حد عندنا ملقصر عنده سكر بعد كده هنقدر نعمل فول ازاي هنعمل اول حاجة ايه فول بالخلطة وبعد كده هنعمل فول بالشوايع وبعد كده بالبسترمة وبعد كده بالبيض وبعد كده بالتم على الزبدة وبعد كده بالزيت الحار. وبعد كده فول اسكندراني. وبعد كده بالسجوء. كل الافكار كلها نطلعها من تدمس الفول. تعال كده نبص على حبات الفول اللي احنا لازم نشتريها. بجيب حبات فول صغيرة زي ما انت شايفك كده. حبات فول صغيرة. وانا اقاها كويس واشطفة وانقاحها اتناشر ساعة. حبات فول صغيرة. ليه يا حسن حبات فول صغيرة? خد يبالك حبات الفول الكبيرة بعد ما بتتدمس. ويا كلها الانسان بتتقلب الى ايه? مواد ضرة في الجسم للسكر. معظم المصريين بيأكلوا فول. كل الطبقات بتاكل فول. ففي مشكلة كبيرة في مرض السكر للفول. فاخد يبالك. فلازم تجيب الفولة الصعادية الصغيرة عشان تدمسيها عشان ما تتهدرجش بعد كده وتتقلب الى مواد ضرة لمرض السكر. فلازم تجيب الحباية الصغيرة تشتفيها وتنقيها وتنقعها لمدة اتناشر ساعة. بعد اتناشر ساعة عم حسن نعمل ايه? نجيب الحلة بتاعتنا اللي احنا هندمس فيها. اخد اول حاجة الفول اللي انا هنقعته اتناشر ساعة بعد ما اقيته وشطفته اصفيه. وانا بصفيه كده عندي اجيب عندي معلقتين من العدس الاصفر ومعلقتين من الامح معلقتين من العدس الاصفر ومعلقتين من الامح معلقتين من العدس ومعلقتين من الامح. اشتفهم برضو. خد يبالك من التفاصيلة اهو. يبقى انا احجبت الكيلو الفول او النص كيلو فول. حسب الايه الحلة بتاعتي او الادرة بتاعتي. وبعد كده جبت معلقتين عدس شطفتوم من التراب. ومعلقتين من الامح. مش الامح بتاع البليلة. مش المقشوط امح عادي. خد يبقى لك اهو بالتفاصيل. واجيبهم. واجي حط اهو في الحلة بتاعتي. خطواتك كده كلها قدامك. قدي الفول اللي انا نقعته. وفولة صغيرة وبقى اكد المعلومة. وبعد كده معلقتين عدس اصفر مشتفين. وبعد كده معلقتين من الامح المخسولين. واحد تماط ماية مبشورة. واحد تماط ماية مبشورة. بصلايا مقطوع على اربعة. واجيب لها مية فترة. خد يبقى لك اهو من التفاصيل. مية فترة. خطواتك واحدة واحدة كده مع بعض. واول ما يغلي على النار احط على نار عالية الاول. واول ما يغلي اهد النار. تفاصيل كده كلها قدامك اهو. قدامك التفاصيل اهو. الاهم حاجة تكون المية فوقه باتنين سنتي. خد بالكم التركات اهو. المية فوقه باتنين سنتي. وارفعيه على نار عالية. اخده بقى وهغطيه كده. واروح على نار عالية. عشان تاخد غلوة. والستودة فاطمة صباح الفل. السودة فاطمة. صباح النور يا سيب حاسا. نهارك اشتا وكل اهلا اسوان حبيبنا الحلوين. نهارك زي العسل يا سيب حاسا. ايه حلقة الجميلة دي? من اجل اسعادكو جميعا يا هانم. الله يخليك يا سيب حاسا. انا دايما مرور السيب حاسا. ده نور حضرتك يا سيزة فاطمة نهارك اشتا يا فندم. بنت عايز اتكلمك يا سيب حاسا. الديهاني صباح الفل. اسمها ايه? صباح الخير وقت التليفزيون اسمعيني من التليفون. اسمك ايه? الو? حاولت تسلي بينها تانية يا فندم. حطيت الفول على النار على نار عالية. واول ما يجلي اهد النار على التلات تربع. يعني لانت لو عاملة على درجة حرق عالية تعمل على درجة تلاتة المتوسطة اللي بعد النص. وتسيبها خالص لحدهم. تركة المهمة بقى بتدمس الفول. احنا حطينا اتنين سنتي فوق الفول. محتاج مية سخنة تاني تسائلها ما كبشة كبش. خد خد بالك من النقطة دي. يعني وانت بتدمسي اخد وقت على نار هادية خالص. هتحتاج سائل هتحتاج سائل تسائل ومعلقتين مية كل شوية سخنين. يا أستوزة نورة صباح الفل. صباح النور يا تب حاسا. نهارك اشت يا أستوزة نورة. اعمل ايه يا تب حاسا? قلوا بقونوا الحمد لله بنفسكوا جميعا. نور القناة والله. صباح الفل يا غالية. كويس? الحمد لله بنفس حضرتكوا جميعا. بقولك يا تب حاسا. اهبور يا هاني. انا بعمل الجاتوب بيطلع ريحته حاجة انا متعارفة الراحة دي ايه. ريحته ايه? اه. ايه اللي بيطلع ريحته ايه زفرة يعني? ريحت الجاتوب لما بيطلع من الفل بيطلع ريحته حاجة ايه زفرة يعني? ما هيطلع زفرة. ما تطلعش حاجة تانية غير الزفارة. ايوة مش عارفة يا من ايه? من ان انت ما دوبتيش السكر مع البيت كواس قوي. حط السكر وحط البيض وحط الفانيليا ودوبيه كواس قوي مع بعضه الاول. وبعد كده ارفع الخفق. لو انت ما دوبتيش السكر كواس قوي مع البيت بيبقى زفر ولونه مختلف وطلع من الفرن. فخدي بالك بالتركة دي. تحت امرك يا استاذينا. بعد ما دمسنا الفول تعالوا بقى نطلع منه مشتكات. هنطلع منه مشتكات ايه عام حسن? هنطلع هنعمل اول حاجة الايه المدخن وهنعمل كمان بالخلط. بس قبل ما نروح للمدخن ونعمله فحمة ونطفي فيها ونعمل كمان بالخلطة نقول صباح الفل يا بش مهندس يا خالد. صباح الفل يا جيت حسن. نهارك اشت يا غالي. الله اقبر عليك ان شاء الله حلقة موفقة ان شاء الله. جميعا يا بش مهندس نهارك اشت. ابهانيك بقى لحاليس الدولة ربنا اكرم لك يا بش مهندس. عامل لك حاجة يا سيزاعة كده اولهاك بسرعة. فضل يا حبيب قلبي. اه بسرعة من الرحيم. دونات دونات دونات. دونات الشيف حاسن الله الله عليه نص كيلو دقيق ونص مية واحد بيضة وضفات تانية معلقة من تكر لابن بودرة خميرة فورية زبدة طرية ورشة ملح وفناليا شوية اعجن عجنتك رياحة نشابة ودقيق ويفرد خليك دقيق حدد السلق ما يبقاش رقيق. قطع وقطع ورقة زبدة صاجوروس وللمسافات واسع وسبها تتخمر وفزيت غزير مية خمسة وخمسين حمر نص دقيقة على كل ناحية. الله عليها ريحتها فيحة. وحطها على ورق نشاف. شكل ولون والكل شاف. حضر حشواتك وحشي. كريم بسري او شو بستي. وعندك شكل ونوع. شوكولاتة بيضة او دارك. وخططها ريجا ومارك. او ادهن جيلي على البارد. سكر ارفة وفرمي سهل والكل شاهد. ده مفيش عندنا في الدنيا غير شيء في حسن واحد. ربنا يا كرامك يا مشمهاجل. مش حالة مش حالة. ده انت قلت الرسيبي. وقلت التكنيك. بسم الله مشا الله. بسم الله مشا الله. بسم الله مشا الله. بسم الله مشا الله. عليكم السعب بركاته. نرجع للفول ده مسنا الفول. جب محباتي الفول الصغيرة. نقيتها وشطفتها. ونقعتها في مياه لمدة اتناشر ساعة. صفتها. شطفت معلقتين عدس ومعلقتين قمح. وضفت لها طمط مياه وبصلايا. وديت المياه اتنين سنتي من فوقه. وحطيته على نار عالية. يغلي. بعد ما يغلي بهد النار خالص. وهدنم تبعه. كل شوية يحتاج مياه. بتديله سقسة مياه. تعال لما نشوفه هو قدامك. بدأ يغلي هو قدامك. بتفاصيله وحركاته والتكياته يا جماله. واهم حاجة المياه اتنين سنتي فوقه. وكل شوية افلاه. وكل شوية سقسة له شوية مياه. تعال انطلع اول حاجة. هنعمل ايه عام حسن? هنعمل ايه المدخن. باجيب ليا. اخد بالك من التركات اهو. احط ليا عندي. في الكذرول بتاعتي. وانا بسيح الليا بتاعتي كده. عشان ادلع عيالي. عشان اعمل مدخن. فاح. جاهز. زي ما انت شايف كده. الليا عندي ساحة. بجيب عود بصل. بصل اخدر. عود بصل. بصل اخدر مش بصل احمر ولا بصل ابيض. عود بصل اهو. عود بصل. يطلع علي ريحة البصل اخدر. وريحة بيتي تتزبط. خطواتك كده كلها قدامك. يا جمالك. يا تفاصيلك. بصل اخدر معلية. واكون مجهازة فحمة. كل التفاصيل كده قدامك عشان يبقى عندي فول مدخن بتركاته حركات شيف حاسة. بريحة الشواية. الريحة عندي بتاع البصل معلية مليا مطبخي. احط له طماطماية لحم بدون جلد وبدون بذر. ادلعه كده. ويدبل عندي الطماطماية مع البصل اللي اخدر معلية. الصباح الفل يا سيدها زينب. صباح الفل يا سيس. نهارك اشت يا هانم. نهارك زي الفل. علينا جميعا يا باشا. لو سمحت يا سيف كنت اعوذي صلى حضرتك. الشوكولاتة الغمع اللي عملتها مبارح على الدونت. ايوة. الشوكولاتة السيلة دي اعملها ازاي. ازاي الغمائها كده. دي مروار. دي مروار. حلوة او سؤال جميل. دي مروار. عبارة عن ايه المروار. كباية من السكر. كباية من عسل الكولكوز. معلقتين ونص من المياه. يتحطوا على النار يعملوا كرامل بيضة. بعد كده بنضيف لها كباية كريمة او كباية لبن. معلقتين من الكاكاوي الغامق. معلقة جيلاتينة سايحة. ياخدوا غلوتين وصفيهم. وتبقى سايحة بردة. تقدر تعملي بيها زي الشوكولاتة مروار شوكولاتة. تحت امرك يا حبيبتي. زي ما انت شايف اللي هي رحتها مجننة الدنيا. وحطت البصل الاخدر والطماطم. بجيب كباية فول بتاعي اهو قدامك اهو. ورح حطها. تمام. ادي كباية الفول بتاعي. وادخلها مع بعض اهو. ولسه ما هرستش. اتب الملح. اخد بالك متركة. وكمون. وشطة. ملح وكمون وشط. واحورهم كويس اوي هو. ملح وكمون وشط. زي ما انت شايف كده. واسوي. ولسه الفحمة بجهزها عندي. بعد ما تستوي وتغلي. هبدأ اهريسه عندي الهرسة بتاعتي دي. او دي. او بالهند بلندر. يا هرسة يا دوي او بالهند بلندر. اهم حاجة تسيبيه ياخد الطعم كويس اوي هرسة دي او دي او هند بلندر. اغطي عليه كده عم ياسر على ما اعمل اللي بالخلطة. اللي بالخلطة بحط معلقتين ونص من زيت الدرة. ادي بالخلطة تاني قدامك هم. بصلها يا نعمة. يا جمالك. واحدة واحدة كده مع بعض. حطيت زي ما انت شايف. معلقتين ونص من الزيت. وحطيت زي ما انت شايف بصلايا بصلايا نعمة. كل التفاصيل كده قدامك بصلايا نعمة. تتبل عندي خالص. ومجهزها له ارني في الفل حار. مكعبات بدون بزر. ارني في الفل حار. عشان اعمل بالخلطة. انا عملت اول حاجة المبخر. هحطوله فحمة بعد ما استيه وهارسه. حطوله فحمة واقفله. وبعد كده ابدأ اعمل ايه اللي انا بعمله بالخلطة. الخلطة زي ما انت شايف. حطيت زيت درة. حطيت بصل نعم. ادبله كويس قوي ما استعجلش عليه يد بل عندي. عشان استمتع ادي الفلفل الحار وهدي الفلفل الرومي وهدي التماطم وهدي الفول وهدي الصلاة. طحينة ما تنسيش طحينة وملح وفلفل وكمون وشوية بقدونس. يا جمالك يا التفاصيلة. كهو ده التفاصيل قدامك اهو. زي ما انت شايف مكونات ياهو. ادي الفول وهدي التماطم وهدي الفلفل. الحار والفلفل الرومي. وهدي كمان البقدونس والملح والفلفل والكمون والطحينة. عشان تعملها احلى فول بشوية خلطة. اهم حاجة بقى في الموضوع ده عيش بلدي طازة. شوية جرجير طازة شوية جرجير طازة شوية فلفل مقلي شوية بتنجان مقلية شوية طمطل مخللة. اعملي تحبيش حوالين الحاجة اللي احنا هنعملها. اهم حاجة دبل الباصلة كده النعمة خالص في زيت الدرة بتاعك. عشان تستمتعي بالخلطة بتاعك. وتعال بص كده للفول بتاع المدخم بتاعي. بص قدامك بدأ يأثر. وما تنسيش تحط فيه معلقتين من المية بتاعت ايه حسن? المية بتاعت الفول. وهرسيه بقى بصي. وهو بيغلق كده نعمين. مش قوي نص تنعيمة. واحرسي معايا هو واحدة واحدة. نص تنعيمة كده. عشان تستمتعي بقى احلى فول مدخم باللية ولسه هنعمله فحمة. يا جمالك. تمام كده? قدامك التفاصيل اهو الحركات والتكات. مشوية مية من فول التدميس ما تنسيش الكلام ده. اغطي عليه تاني. وبص على الفول اللي بتدمس كده بص التفاصيل. قادي الفول اللي بتدمس قدامك اهو بتفاصيله وحركاته وتكاتل. صباح البحر يا امو انس. صباح الفول يا هانم. ازاي حبيب ديتك انا احبك انا حضرتك جدا. شرف لينا يا امو انس ربنا خلهولك. ربنا خليك يا رب بحضرتك شاطر مشوه الله عليك الله اكبر. شباح الفول يا امو انس يا غالية. بس انا حضرتك على كريمة الشوكولاتة هي دي هي زي النوتيلة بالزبط. بالزبط اللي هو اللي هو الجناش. ده شوكولات اقول لي شوكولات البترمان. شوكولات البترمان تقدري تعمليها بالكريمة او تقضي الكريمة الفريش اللي هي عليها الماشروم او باللبة. لو تعمليها عبارة عن كوباية من الكريمة بتدي لها معلقة سكر وزارة فانيليا. تغلي بتسحبها بر النار وتديها كوبايتين من الشوكولاتة السادة وتقليبيها تسيح. وتسيبها في المطبخ تبرد تعبيها في البترمان. بعد ما تبرد تقفليها وتعينها في المطبخ. تستعمليها زي ما انت عايزة مؤانس. تعال بصوا البصلاية بقى اتشفافة خالص كده يا ياسر. بقى اتشفافة كده اروح اعمل ايه التريكة بتاعتي بقى? قرني فلفل حار مكعبات صغيرة بدون بزر. احوروا كده يا قصيدة ما نالت صباح الفل انت والحجة. النور والعسل والطمر الحنة والريحانية شي بحصل. نهارك اشتا قصيدة ما نال والحجة فاردوس. الحجة فاردوس بتسلم عليك والله انت اخبارك ايه? زي الفل نهارك اشتا يا استاذة. والله يا حلو والله الحمد لله. وكياكفي ان احنا شفناك بس يا شيف حسن. نهارك اي اشتا قصيدة ما نال? اولا انا انا عايزة اعرف الميجة بتتعامل ازاي? النوجة? الميجة. ميجة اه الميجة انا بحس بالنوجة حاضر. ميجة. وفرفورة عايزة اقول لها كل سنة وانت طيبة عشان عيد ميلادها ربعتاشر ثلاثة. غير عيد الام? عيد ميلادها عيد ميلاد فريدة. يعني عيد ميلادها قبل عيد الام يعني. اه. بنقول لي الحجة كل سنة وهي طيب. بنت اخوها اه. بنتقوك اه. ايو. ايو. عميته بتقول لك يا فريدة كل سنة وانت طيبة. وبرنامج اكلات وتكاتش في حسن بيقولك يا فريدة كل سنة وانت طيبة. وعوبال ميت سنة يا حبيبته ربنا يخليك لكل عيلتك ويخليهم لك يا جميل. ودوسة معك ايه. يا حجة دوسة صباح الفل. صباح العسل على عيونك يا شيف حسن يا عسل يا سكر يا شرباط انت يا ملك الحلويات وامبراطور العالم كله الحلويات والاك. ربنا يا كريمك يا حجة ربنا يا كريمك يا غالية. ربنا يسهل لك كل امر انا عسير انت ونانسي وياسر والحج صحاب الكاميرا وصحاب البرنامج كله. صباح الفل يا حجة. صباح النور عليك يا شيف حسن. انا بصبح بس. كلهم بصبحوا عليك وكلهم بيسلموا عليك يا حجة ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لينا يا فندم. تعال اشوف الخلطة بقى اخد روق كده وانت بتعمل فل بالخلط. دبل البصل او بس معلقتين زيت دورة. حط الفلفل الحار. يدبل خالص وريحت وتطلع عليك. تحط قرن فلفل رومي اخضر. وتدبله مع الفلفل الحار الاول. خطواتك كده كلها قدامك واحدة واحدة كده. وكله ياخد ويدم الطعم بتاعك الجميل ده. وبعد كده. هنشوف هنعمل يدبل كل مكوناتي زيت دورة. بصل. وبعد كده فلفل حار. وبعد كده فلفل رومي. هروح جايب طمط ماية لحم بدون جلده وبدون بزر. الزيت اللي عندك ده. واحدة واحدة كده. تعال بقى هنا هو. يدبل عندي الكلام ده كله. كله. يا قصة يا سارة صباح البحر يا قصة يا سارة. صباح النور. صباح الفل يا فندي من نهارك اشت يا سارة. ازيك يا سيب حسن. صباح الفل يا غالية. اه انا بحبها هتبسك جدا انا ومواما ودهي للمتابعينك. ده شرف لي يا قصة زي سارة وتكفوق دماغي من فوق يا غالية. اه كنا عايزين منك اه خلطة الرز بالخلطة. حاضر حاجة تاني جل الرز بالخلطة. اه والشيش توق. والشيش توق حاضر من عندي قبل عندي. صباح الفل يسلمين على ماما وعلى كل اسرتك. تعال انبص على الفل الفل المدخن. بص كده بقى يا عمي بص بعمل ازاي? بص التركات والحركات. والتفاصيل اهو قدامك اهو. اتأكدت كده ان هو استوى? تعال لما نشوف هنعمل ايه. اروح جايبة قدامك اهو. خليك زي ما انت كده. اروح جايبة الفحماية وحطها فوعاء زي ده كده. يا جمالك مولعة. واجهز الغطى. واجهز شوية زيت. بص كده عمي ياسر. سنة زيت اهو. واروح قفل عليه على طول كده يا ياسري. يا جمال التدخين يا حركاتو يا تكاتو بصي. لسموك واحلى سموك في الدنيا. يا جمالك حركاتك يا تكاتو. وارجع للفول بالخلط. دبلت كل مكوناتي لوازي الدرة بصل فلفل حار فلفل رومي طماطم مكعبات لح. عندي كل دبل كده بجيب كوباية من الفول بتاعي هو. فيه معلقتين مية. وصاحي كده يا حسن صاحي. زي ما انت شايف كده احتاري واختاري. تعملي فول مدخن. تعملي فول بالخلطة. كل التفاصيل قدامك والوانك قدامك اهو. نشيبه ياخد غلوة. وهنا عند الفول بتاعي المدخن بيقولك يا تفاصيله. تعال اشوف الدخان كده. تعال اشوف الدخان كده من ثلاثة زي ما انت عايز اهو اربعة. زي ما انت شايف كده يا جماله حركاتو يا تكاتو. يا تفاصيله قدامك اهو. يا جماله. يا جماله حركاتو يا تكاتو. زي ما انت عايز. يا جماله. يا تفاصيل وحركاته. احلى شوية فول تقدمون باللية. مدخل شوية عيالك ودلع عيالك. وارجع للفول بالخلطة بتاعي هنا. وفي نفس الوقت اتفقنا التدميس الفول. اول ما يجل غلوتين كده ياسر بص قدامك اهو. غيلي غلوتين. وتبخر اهو انا بقولك ليه زودي كل شوية مية عشان التبخير. اروح جاية مهدي النار للنص اهو. بص هدي النار للنص. خالص. معاك اهو طول الحلقة لحد ما يطلع معاك. الخلطة هنا عندي واقفة على ايه? حاطتي الفول. بعد ما دبلت البصل والفلفل حار والفلفل الرومي والتماطم حاطتي الفول وبيقصر عندي. عندي الطحينة والبهارات والبقدونس بعد ده كله ما يتسبك. لكن التركات والحركات لاناسا انتظروني. وعدنا والسبيشيال كله عندنا بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك عاجين تودونا بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها عجلناها وسمغناها غطناها وريحناها نص ساعة فلدناها فوقها دي وتحتها دي وفلدناها بصمك اثنين سنطي وقطعناها بالقطعة او تعمليها رول حلزوني حوالين خلة وبعد كده انخمرناها قلناها في زيت سخنة عميق بردناها ادناها حشو من جوة زي ما انت عايزة ودناها زي ما انت عايز بدأنا حلقتنا قلنا باسم الله الرحمن الرحيم تعال ندمس الفول عشان عندينا مشكلة كلنا في الفول اللي بيجي من الشارع وتعرفيش بتعمل ازاي تعالوا نعمل فول عندنا في البلد بس نقق حبات الفول الصغيرة الصعيدي صغيرة مش الكبيرة المستوردة الصغيرة الصعيد ننقيها نشطفها مرة واتنين ننقاحها في مياه لمدة اتناشر ساعة نصفيها نحط عليها معلقتين من العدس الاحمر معلقتين من الامح واحد بصلاية واحد مطمية مبشورة واتنين سنتي ونص من المية فوقها تعال بص كده بص التفاصيل كده قدامك عملت ازاي ادي اللي هو هدينا النار بعد ما خدت اول غلوتين هدي النار خالص اهو قدامك احنا مش حطي له اي مواد كيميائية احنا بنعمل له طبيعي مية في المية ياخد وقته وكل ما يحتاج مية سأسقيل بعد ما استوى طلعت منه اول حاجة الفول المبخة وتاني حاجة زي ما انت شايفها الفول بالخلطة بعد ما حطيت الفول واخد ودة مع الخلطة تقدر تتواصلي معنا من خلال صفحتنا على فيسبوك او من خلال اي رقم تلفون ارضي على تمانية وتلاتين خمسة خمسة سفر سفر واحد سبعة من جميع محافظات بصر ومن جميع الحال العالم لو زودت مفتاح فتح مصر بعد ما خد ودة كده يا ياسر بجيب له معلقتين طحينة وسأساقهم كده عليه من فوق يا تفاصيلك سأساق كده معلقتين طحينة وايه تاني يا عم حسن وأروح جاية مديهاله شوية ملح شوية فلفل شوية كمون وشوية عندك اهو كسبرة خضرة والريحة طلعت عليك بتقولك يا تفاصيله واعمل ايه يا عم حسن ادخل ده ببعده ادخل كل ده ببعده بص التفاصيل احلى شوية فول بالخلط ودلع عيالك في عاش او في غدا او في فطار زي ما انت شايفة كده التفاصيل قدامك اهو الحركات والتك والله العظيم هارفع ايضايا فوق انت شايفة كده حلو عايزة تهرسيه هرسيه انا شايفه حلو تعال او احنا واقفين شغالين نعمل شوية بالايه عندنا شوية سجوء بلدي وشوية باسترمة ادي هنا شوية زيت للباسترمة وشوية زيت للسجوء زي ما انت عايز كده والخلطة بتاخد غلوة ما تستعجليش اعمل ايه بجيب قطعتين تلاتة من الباسترمة بقشر من عليها الغطة وارح حطها كده هو قدامك عشان ايه ادبلها في الزيت بتاعي يا تفاصيلك والسجوء قطعه والسجوء بتاعي قطعه وحطه هنا واقول صباح الفل يا عم احمد وكل ما تريتنا حبيبنا صباح الفل عليك يا شيفنا نهارك قشت عم احمد نهارك كل خير بازن الله نهارك قشت حبيبي والله العظيم يا شيف انا وانا مازل الصبح الشغل لازم اتفرق عليك ده صباح فل يا عم احمد صباح الفل عليك يا شيف والمؤياد عايزة تتكلم معاك بقى يا شيف ما عليك اتفضل يا عم احمد ايه يا شيف حاسن صباح الخير يا هانم صباح الفل انا بص انت زي والد انا مموت فيه وعلى ربنا يخليك لي يا هانم ومعي محمد ابن الصغير عنده تسح شهور يستميك كده يا شيف حاسن هو هو ايه ربنا يخلهولك يطرح في البركة يا رب وتفرح بيه واختي بتسلم عليك والله يا شيف واحلة تحية احلى تحية الاسرية الكلة وكل المطارية حبايبنا وضاح المطارية يا رب يخليك يا شيف حاسن يا رب يخليك صباح الفل قالو يسمعك في سنة قالو حاول التصل بينا تاني الفل بالخلطة كده جاهزة هي يا ياسر بتفاصيله وحركاته وتكاته مش محتاج اكتر من كده مش محتاج غير الايه تمدي ايدك وتلي بسم الله الرحمن الرحيم او طبعا عشان الجماعة الصيامين مفيش فيه مشكلة للصيام مفيش فيه مشكلة للصيام وانا اشغال كده زي ما انت شايف كده قدامك التفاصيل اروح هنا يا جمال عندك فول بالخلطة هوا وادي الفول عندك بالسجوء وادي الفول بالبسترمة بص هنا الفول بالسجوء بالبسترمة اروح حط له ايه بصل لنعمة حمرة ودبليها كده يا تفاصيلك دبل 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 واما هنا بقى للسجوء اعمل ايه فلفل رومي وهو واحد فلفل حار للدلع ودلع عيالك زي ما اتفقنا حار يا حسن حار يا حسن ودبلي كل ده مع بعض الفلفل الرومي مع الحار مع السجوء البلدي يا تفاصيلك وارجع حينهو للبسترمة دبلي البصلة مع الزيت مع البسترمة المكعبات الصغيرة دبلة البصلة بحط لها فصي توم وحركوا كده مع بعض فصي توم اهو وحركوا يطلع الريحة وهو بيطلع الريحة عندي كده واحد فلفل رومي اخضر واحد طماطم لحم بدون جلد وبدون بزر ودلع بص التفاصيل كده قدامك كلها طلع قدامك عالم ايه بلده ارجع لهنا زيت سجوء فلفل رومي فلفل حار اروح عاملة ايه حسن جايبة كباية فول بتاحت اهو كباية فولة يا ياسر وارح اطاب مع لقتين مياه معاها واسيبه يستوي مع بعضه ما تستعجليش اما بقى البسترمة عشان ما انتوش كده نوقف هنا السجوء البسترمة بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها بص خلت ودت مع بعض شوية كسبرة خضرة شوية التوابل بقى ملح فلفل كمون كسبرة يا دلعو وايه تاني يا حسن كباية فول مدمس يا تركاتك عندك التفاصيلة هو يا امو حنين صباح الفل يا امو حنين صباح الاشتة يا عسر صباح الرد يا امو حنين عامل ايش كله بقونه يا غالية اه بقول له حضرتك انا عملت الكيكة اللي انت عملتها اللي هي الاوليب الرفاية عجيز. ايوا. عايز اعملها بقى يعني اكبرها. اعملي ضعفي ضعفي المقادير. يعني ضعفي المقادير? اه ضعفي المقادير. ماشي اشي. تحت امرك يا غالية تحت امرك. عندي هنا بقى جاهز كده خالص اسيب الفول بالبسترمة ياخدوا عد مع بعض. ارجع هنا هو للسجوء ادي له بصلايا. ودي له فصين توم قطع. ودي له معلقة صلصة. ودي له طمطماية مبشورة. واعمل ايه يا عم حسن? اتبله. شوية ملح. شوية فلفل. شوية كمون. شوية شطة. شوية كسبرة قادرة. يا دلعك. واقلبهم مع بعض. بص التفاصيل. بص الحركات. بص التكات. كل قدامك عشان تعملي احلى خلاطات في الدنيا لعيالك. وتغيري من الفول. تعملي حاجات كتيرة جدا. يا جمالك. اهو تسيبيه كده يسقسق. وهنا عندي بالبسترمة بيسقسق. وتسيب الحباية صحية. تسيب الحباية صحية كده. تسيب الحباية صحية زي ما انت شايفة كده. تعال بقى نعمل شوية بالزيت الحار. شوية بالزيت الحار. قادي عندي ايه عشان اعمل بالزيت الحار. قادي عندي كوباية من الفولة هو يا ياسر. وحطلها معلقتين من الطحينة. وايه تانية حسن? واحد عصير لمون. معلقتين زيت حار. شوية ملح. شوية كمون. واعمل ايه حسن? اهرسهم. اه نعم. وهم على النار كده نعمي بالهرسة بتاعتك. اهرسي. اهرسي كله قدامك اهو. دخليه ببعضه. احتاري واختاري. عملتلك خمس انواع من الفول ده اللي عيالك زي ما انت عايزة. بامكانياتك تقدر تعمله كل حاجة قدامك اهو. دخل كله مع بعض اهو قدامك نعم. ما تسيبش حباية صحية. كل تفاصيلك كده قدامك اهو. وتأكد من كل الخلطة بتاعتك يا جماله. دخل كله مع بعضه. عشان تستمتع بقى احلى شوية فول بالزيت الحار. قدامك اهو التفاصيل والحركات والتكات. يا جماله. يا تفاصيل وحركاته. ودي عندك اهو بالسجوء بيقولك يا تفاصيله. قدامك اهو بالسجوء. يا سيد نسرين صباح الفل. صباح الفل يا جيب حسن زي حضرتك. اهو سيد نسرين. تسلم ايدك على اللي انت عامله صراحة. من اجل اسعادكو جميعا يا هانم. يا ربي يخليك يا سيف حسن ويبارك في ايديك يا ربي يخلي لك اولادك واحفادك اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. انا كنت بس عايزة ابلغ حضرتك حاجة ان عدم لاجت ابني بكرة يا انس. اسمه ايه اسمه ايه? اسمه انس بكري. يا انس يا بكري. كل سنة وانت طاب يا انس من ماما وبابا وعيلتك. وبرنامج اكلات وتكتش في حاس على القناة الحياة. وربنا يخليهولك وتفرح بيه يا انس يا غالي ما تسرخش الماما. تعال اشوف الفول بالزيت الحار بيقولك ايه بص التفاصيل. بص الحركات بص التكات بص عامل ازاي. دلع العيال معلقة تكليب المعلقة تكليب عيش مامر زي ما انت عايز. تعال اشوف الاشباتيول بيعمل ازاي كريم ازاي? بيقول الكريم اهو بيقولك يا تفاصيله وحركاته يا تكاته. يا جماله. يا. ولا تقولي فول عربية ما تكليش فول من العربية. دميس الفول في البيت. ما تعرفيش ايه بيتحط عليه. خدي بالك اهو. تعال بص التدميس. بص التدميس قدامك اهو. بص التدميس قدامك اهو. ما حطناش غير. تماطم وبصل. وحطينا عجس وامح. والفول قدامك اهو. هدينا النار خالص. يا جماله. اما الشجوء. بص الشجوء. البلد الجميل بص عامل ازاي والريح عامل ازاي? اما البسترمة بتقولك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاته. يا جماله. كل التفاصيل قدامك ويا حاج ياسر. اختاري واختاري في اللي انت عايزها. تعملي بالسجوء. تعملي بالبسترمة. تعملي بالزيت الحار. تعملي زي طبعا بالايه بالمدخن اللي احنا عملناها باللية. وتقدر تضيفيله زبدة بلدي او سمنة بلدي زي ما انت عايزة. خطوات الكلها قدامك ما تعمليش حاجة. عيالك ما بيحبوهاش. دمس الفول. وكل يوم غير. تعافي ان احنا كمصريين بنحب الفول يومي. غيرو له ما نعملك تماما اصناق. وتقدر تضيفيلهم زي ما انت عايز. عشان عيالك ما تزهقش. احلى طبق فولي تعمل الصبح او بالليل بمزاج وبرواءان اهم حاجة. جاهز كده خلاص ده تمام زي الفول. اجيب ده هنا. خد يا عم حسن شكرا. وتأكدي ان خطوات الكلها قدامك. والبسترمة بيقول لك يا تفاصيل عم ياسم. يا تفاصيلك بص التفاصيل بص الحركات بص الحبوب. الحبوب بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاته. يا جماله. يا تفاصيله وحركاته يا تكاته. يبقى تأكدنا لازم ندمس الفول حبات الفول الصغيرة عشان الصغيرة دي ما بتتقلبش الى مواد مواد راجة في الجزء وتعمل مشكلة لمرضى السكر. فاخد يبالك من دي. لازم تستعمل الفول الصعيد الصغير اللي ماعملش مشكلة خالص لمرضى السكر. وبأكد المعلومة وتعمله في البيت عشان في البيت انت ضمنه هو فيه ايه? خد يبالك انت ضمنه في ايه? خطيت فول. خطيت عدس. خطيت طبعا قمح. خطيت بصلية. خطيت طمط مية. واتنين سنتي فوق الكلام ده كله. ويغلي هدي النار. ومحتاج مية سائل ومية لحد ما يستيه عندك خالص. اهم حاجة هيخد على نار هادي خالص. وما تنسيش تنقيه وتشتفيه وتنقعيه اتناشر ساعة. كده عندك الفول اهو جاهز بالباسترمة. الحبب حبيتها ليه? انا اللي عاملها في البيت مش شريامهم برا دايب ومحتوط له مواد كيميائية خد يبالك اهو. لازم انت تعمليه واقف على حلو كده. تعرف ان الفول ده بيتي. مش فول الفول الناعم بتعرفيش بيتضاف له ايه? باكد المعلومة. وادي فول بالباسترمة بالسجوء البلدي. قدامك اهو برضو الحبب حبيتها. واتبخر السائل وكله جاهز عندك اهو. ده اللي عيالك ياكل من ده ياكل من ده زي ما انت عايز. السائل تبخر ليه? عشان النار تحت. التفاصيل الكده قدامك. عايزة تهرسي عايزة تسيبيه زي ما انت عايز. خطواتك كده كلها قدامك. يعني عايزة تهرسي هرسي عايزة تسيبيه حبة صاحية كده زي ما انت عايز. انا بحبه كده وعايز اورهولك ليه الحبة الصحية دي? يعني ده فول بيتي متدمس. اما الفول اللي بيدوب على طول. تعرف ان ما نضف له حاجات ماليش عايزين نتكلم فيها. يا تفاصيلك بص كده التفاصيل والحركات والتكات. يبقى قلنا عشان ندمس. لازم نجي فولة صغيرة خالص. نشطفها وننقيها. ننقاحها في مية لمدة اتناشر ساعة. وبعد كده نعلق عليها. نحط اتنين سنتم المية فوقها. اضف لها بصلة مية مع لقتين عدس اصفر. مع لقتين من الامح. مش الامح بتاع البليلة. وبعد كده على نار اول ما يغلي غلوتين. اهد النار. وابص عليه كل شوية. محتاج مية سأسأله مية. يا جمالك. يا تفاصيلك. التفاصيل قدامك اهو الحركات قدامك اهو. بعد ما دمستلك الفول وطلعتلك منه خمس مشتقات بس نقول اول سادينا. سادينا صباح الفول وكل الغرداء حابا يبنى. انا? صباح الفول يا سادينا وكل الغرداء. ازي يا حضرتك كشف حسن? نهارك اشت يا سادينا. عامل ايه? كل بونو الحمد لله. اسلام ايه? ربنا يخليك انت قعد فين في الغرداء? اه قعد في الجونة. احسن حتة طبعا ربنا يكرمك دايما يا سادينا. تحت عمرك يا غالية اموريني يا غالية. انا بقدم تهنيه على الاخو يا احمد. بمناسبة. بمناسبة. عشان نعيد من لده ستاشر تلاتة. يا عم احمد يا اشرف احلق تحية من اختك بتقولك كل سنة والطيب وربنا يخليكو البعض. وبرنامج شيف حاسن تكاتو حركات تشيف حاسن على القناة اللي حاجة بقولك يا عم احمد اشرف. كل سنة والطيب وربنا يخليكو البعض. ربنا يخليكو سادينا له. بعد ما عملت خمس انواع من الفول بعد ما دمستو بقول التركات والحركات لها ناسها انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك الدونب بتفاصيله عجلنا العجينة ريحناها غطناها نص ساعة حطينا فوق دقيق وتحتها دقيق وفردناها بصمك اثنين سمتي قطعناها حطينا على صيح في ورق زبدة وعملنا حساب المسافات عشان التخمير او عليه دقيق حطينا في مكان جايد الاغلاق وحطينا مية سخنة بتغلي لحد ما قمر. اول ما قمر حطيت زيت بيغلي سخنة على النار جدا. عندك تربومتر حط مية خمسة وخمسين ما عندك جيز تربومتر حط نقطة مية ويكون بعيدة. لو عندك فرقعة خلاصش جاهز. نص دي على الوش ده ونص دي على الوش ده. ارفعي. حطيه طبعا على منشف مطبخ عشان يمتص الزيت اللي بن جوه. ولو هو زيت سخن مش هيمتص مش هياخد زيت خالص. لو الزيت سخن انت اكده ما بتحطيه على ارق زبدة ومنشف مطبخ مش هيبقى في زيت خالص. بعد كده تحشيه بالحشوات اللي انت عايزها بتعمل التوبج اللي انت عايزها. بدأنا النهاردة حلقيتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كلنا كما سرين بنحب الفول. كل المستويات. بنأكل الفول بشكل غير عادي. تعالي نعمل الفول الصح اللي هو صحة اولادنا وصحة جوزنا وعالتنا. بجيب الفول الصعادية الصغيرة بنقيها بشطفها بنقاحها في مياه لمدة اتناشر ساعة. بعد كده برفحها على النار ضفتلها بصلاية طمط مياه معلقتين عدس احمر ومعلقتين كمان من الايام بتاعي. وحطط المياه فوقه بارتفاع بارتفاع ادي اعم حسن بارتفاع اتنين سنتي. واسناء كده كمان واسناء كمان الايه? واسناء واسناء التسوية هيحتاج مياه من واحد لواحد يدي له مياه زي ما انت عايزة بكل تفاصيلك وحركاتك. افتعال اما نبص عليه كده ياسر ونشوف ارتفاع المياه فيه قد ايه? بكل خطواتك وحركاتك وتكاتك. بص كده. يا تفاصيلك. المياه نزلت خالص ازاي بص الحباية واقفة على حالها ازاي? وورد ازاي? ما دفنلوش اي مواد كيميائية ولا اي حاجة من ديه ليه? عشان احنا بنعمل فيه البيت لولادي. مش تجاري. بص عامل ازاي الحباية بحبيتها هو. واحتاج مياه سقسقيل. ما هيحتاج عشان التبخير ده. هيحتاج لازم تسقسقيل. وبعد كده عم حسن عملنا خمس انواع وفضل لنا تلات انواع. وتقدر تزود على الانواع اللي انت عايزها دي زي ما انت عايزة بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. في الاسناء دي دروا تواصله معنا. من خلال صفحة القناة الحقيقة على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على ثمانية وتلاتين خمسة خمسة سفر سفر واحد سبعة من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فاتح ومصر. تعال هنعمل بتون. بحط لها زبدة او بحط لها سامنة بلدي. زبدة او سامنة بلدي. زي ما انت شاف كده قدامك زبدة او سامنة بلدي. قطوتك كده. وفي نفس الوقت هعمل اسكندراني. وفي نفس الوقت هعمل لك كمان يا عم حسن بالخلطة. يا جمالك. عشان احط هنا. وعندي هنا الاسكندراني. بحط له معلقتين زيت يا مساجدة صباح الفل وصباح البحر. صباح الخير يا شيف حسن كل سنوح حضرتك طيب. وحضرتكو جميعا طيبون يا مساجدة يا غالية. ربني خليك. قلنا يا شيف حسن عندي سؤالين. فضال يا هاني. عايز اعرف ازاي كهتك الجنبالي بتتعمل. حاضر. ودورت على كتاب بتاعت ومش لقيه. حاضر. هقول لك حاضر. 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 قول الاسئلة التانية ما تنسهاش يا استاذة نانسي. طيب. حاضر. يا تفاصيلك. يبقى عندي اهو طلعتلك خمس انواع من الفول. تعالي نعمل بالتوم. التومة تستعمل لها زبدة او تستعمل لها سمنة بلدي. ده يا ده زبدة طبيعي يا سمنة بلدي. خدي بالك من ده. هنسيح السمنة البلدي زي ما انت شايف كده عندي. والاسكندراني والاسكندراني حطيت له معلقتين من الزيت. يا اداحوا الزيت احط له بصلايا بيدة صغيرة. للاسكندراني اهو قدامك اهو. واقول يا مؤيمن صباح الفل وصباح اسوان. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالية. بالصلاة عالنبي بالصلاة عالنبي عليك. عليا السلامة والسلام يا غالية. عليا السلامة والسلام يا غالية. انت بروفيسير مش مش شيف بروفيسير. ربنا يا كريمك يا غالية ربنا يا كريمك ربنا يا كريمك. والمعلومات الهايلة دي عن الفول والسكر ده. طبعا ده اخد بالك. معلومة هايلة. لا اخد بالك يا امو ايمن المصرين كلهم عندهم اشوكتين بقال لهم من الفول الكبير. الفول الكبير ده بيعلي السكر بيعلي السكر بيعلي السكر. واحنا بنفرح بالفول الكبير. لا الفول السعيدي هو احلى فول لينا. انا بحب الفول بس من احنا المبرومة سيف. اه حاضر من العندي قبل العندي انا عامل بعمل كل حاجة بس عشان كل ينسب الناس كلها. احنا المبرومة للفول امو ايمة. حاضر يا امو ايمة من عندي قبل العندي. حاضر. تحت امرك. تحت امرك يا امو ايمة. بعد ما حطيت هنا السمنة عشان التوم البلدي او الزبدة. وحطيت الزيت عشان الاسكندرالي والبصلة. احط هنا عندي. بصلة نعمة. تدبل برضو. خطواتك كده كلها قدامك. يا جمالك. وادبلها هنا عندي. وراعي الفول ده. اخد بالك انا مهدي النار عالنص والبخار طالع اهو. لازم تراعي الفول في التدميس. البخار بتاعه طالع. فهيحتاج سقساة. وانت كده بتسقساة ايه عندك? هروح جاية مدبلة. البصلة بتاع الاسكندراني. ومعلقة الزبدة او السمنة البلدي. وحطي بقى هنا توم كتير. معلقة توم اهو. خد بالك اهو زي ما انت شايف. ومعلقة توم تاني. وعشان ادلحها. احط لها ارنفلفل حار. وياريت يكون احمر. وادبل كل ده مع بعض عالنار. يبقى تفاصيل كده كلها قدامي. وانا بدبل الكلام ده تعالي نعمل الشيش تووك ونعمل كمان الرز الخلط. الشيش تووك بجيب عندي مكعبات السدر في ناخ بقطعها مكعبات طويلة. وبجيب عندي طماطم شيري او طماطم جامدة. بجيب فلفل الوان وبصل. وبحط واحدة واحدة واحدة. واقول صباح الفل يا حجة ميرفت. واقول صباح الفل يا مائك. صباح السعادة. نهارك اشت يا حاجة ميرفت. صباحك صباحك زي الفل. ممت掛نا. مخلي كل البيوت. هاي البيوت المتوسطة? والبيوت اللي تحته والبيوت اللي فوق. ايه ده? ايه التنوع ده? ايه العظمة? دي ربنا يبارك فيك. ربنا يحسن ما بين ايديك. امين يا رب العالمين يا رب. ربنا يحسن وخلي اسرتك وخلي اسرت البرنامج حضرتك في وسطنا منوارنا ومتعلمين منك ايه ربنا ما يحلمناش منك يا رب وحستني, وحستني واليوم اللي ما بسمعش نصوتك فيه بيبقى يوم مع عداش ربنا نخليكي حج مرفيات وكل أهلك وكل بحيرة عندك يا رب دخليك أهي كفر الشيخ يا رب كفر الشيخworkx geschايك ما عليش انا قاسف يا حج مير بدا انا قاسف ما يا ربنا يخليك يا حج مير امين يا رب. امين ما حلمناش منك صباح استعادة يا بالك. صباح الاشت. صباح الاشت. هرجح هنا الفول بالتوم وهنا الفول اسكندراني والهنا الفول بالبيت. زي ما انت شايفة. الفول بالبيت حاطط له زيت. وحاطط له بصل. دي بل بقى شفاف كده. احط له برضو معلي التوم. وحورها. زي ما انت شايفة كده. وحط له كمان ارنفيل في الرومي. ودبلها مع التوم ومع البصل. وما استعجلش. يبقى هنا الفول بالبيت. وكل مجهز له طاجن. ومجهز له خمس بيضات. عشان اجهز الطاجن دي دخلوا الفرن ياخد جرتان. الفول بالبيت مجهز له طاجن هو قدامك. عشان انزل الفول فيه. واخصر الخمس بيضات. وزقون في الفرن. قدامك يا جمالك يا حركاتك يا تكات. اهم حاجة دبل البصل في الزيت. التوم. الفلفل الرومي. وبعد كده عندي الفول بالتوم. حطيت زبدة طبيعي او سمنة بلدي. وحطيت له التوم. وحطيت له الفلفل الحار. بدأ الفول. بدأ التوم يغير لونه كده مع الفلفل الحار. واما الاسكندراني زي ما انت شايفة كده. البصلة بقت شفافة. البصلة بقت شفافة كده روح حطاله فلفل حار. وحطاله فلفل رومي. وحطاله كمان تماطي ملح. بدون جلد وبدون بزر. وحورهم كلهم مع البصل. يا تركاتك يا حركاتك لسه ده اعمله دقة. كده بالك اهو. الفول اسكندراني لسه اعمله دقة. ما تستعجليش. وارجح هنا اهو للفول بتاعي بالتوم. الزبدة او السمنة البلدي. التوم الفلفل الحار. كل خده قدام مع بعضه. بص التفاصيل قدامك اهو. الحركات والتاكات قدامك اهو. اما الفول بالبيض. حطيت له البصل. حطيت له التوم. حطيت له الفلفل. الرومي. واحط له الطماطم اللحة. واحط له شوية من الكسبرة الخضرة. واقول صباح الفل يا سيما. يا سيدي هيبة صباح الفل وكل الشرقوة. اهلا بك يا سيف زي حضرتك. صباح الفل يا هانم. كده كتير يا سيف والله. إليش حادتك بتعمله ده. انت مستخليك بنفسنا حاجة. احنا تحت امركم موجودين كنونا من اجل اسعادكم جميعا. تسلم ايديك يا سيف تسلم ايديك يا سيف. عندي سوالين لحضرتك. تفضل يا هانم. عايزة اولا اللبن المكسف وعايزة كيكة الجليش. الجلاش? عايزة جلاش بايه? الكيكة بتاع الجلاش? واللبن المكسف. حاجة تاني? لا مفيش حاجة واحمد عايزة كلمت. صباح الفل يا كابتن يا عم تشيف حسن كلها ربنا يخليك يا حمد. صباح ابنة ايه الحركات والتكاث اللي انت بتعملها دي يا سيف? يلا افسعد ماما كده يلا. اه انا بقى اصمعها في المصدق وماما اللي برضى عشانتها جزة. اه افسعد ماما يا احمد وربنا يكرمك ويفرحها بيك وتفرح بيهم يا جامعة يا انا. احنا بنتعلم منك برضا يا سيف. صباح الفل يا عم احمد نهارك اشتا يا غالي. صباح الفل يا غالي. كله اخد وده مع بعض الفول بالبيضة هو. اروح جايبة كوباية ايه? فول مدمس. معاها معلقتين من المية بتاع التدميس. وديها ملح. وفلفل. وكسبرة. وكمون. يا جمالك. قدامك هو. ودخل كل ده في بعضه. عايزة تهريسيه مبروك عايزة تخليه صاحي كده مبروك عليك. سيبه ياخد غلوتين على النار. كده هو. وارجع حين هولي التومة. بص التومة مع الفلفل الحار مع الزبدة او السمنة. اديها شوية كسبرة خضرة. واديها شوية ملح. وشوية ايه? من الكمون. وبرضو كوباية فول. وادخل كل ده مع بعضه. عشان احلى طبق فول بالتومة. تاخد غلوة. واجه هنا اهو. ابص بقى على اسكندراني. بص عندي الفل اسكندراني. الزيت. البصل. التوم. الفلفل الرومي. الطماطم اللحم. اعمل ايه عم حسن? بنفس الطريقة اهو. كوباية فول. شوية كسبرة. شوية ملح. شوية كمون. شوية شطة. ادي شوية الملح. وادي شوية الكمون. وادي شوية الشطة. اختياري? لا مش اختياري. فول اسكندراني حطي له شطة. وما تنسيش ان احنا حطين فلفل حار. لسه فاضل له الدقة عند التقديم. عندي معلقة زيت. عندي معلقة توم. عندي معلقة خل معلقة عصير لمون. عشان اتش يا جمالك يا مياسر يا صاح. تفاصيلك قدامك. صباح الفل. صباح الفل يا جمال واحدة واحدة كده هو. يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكاتك زي ما انت شايف تعمل شوية فول كندراني تعمل شوية فول بالتوم تعمل بالبيض زي ما انت عايز. يا جماله. الفولة بالتوم انا شايف كده بجمالها بحركاتها بتكاتها. اعمل ايه? اهرسها. اهرس. اهرس كده هو زي ما انت شايف كده قدامي. هالراسة بتاعتك قدامك هاندي بلندر قدامك اللي عندك اهرسي. اهرسي بشوكة اهرسي باي حاجة. يا عم عمر. صباح الفل يا شيف. صباحço كل الفيامة يا حبيبي يا غيلي والفيوم كله يا غي. ربنا يخليك يا شيف انا بخطبعك والله يا شيف كل يوم. ده شرف لية يا عم عمرو وتجفو دماغي من فوق. ربنا يخلّك يا شيف ربنا يخليك لييني يا رب. صباح الفل يا حبيب قلبي. تحياة يا شيف بجتعايز اعبت اهداء بس يا شيف. اتفضل يا عمر. عايز ابعد اهداء يا خلي عبدالله وخلي جمعة وخلي رمضان. احلى تحيل خلو عبد الله وخلو جمعة من حضرتك ومن بردامج اكلات وتركات شيف حسن عن اكلات الحياة. ربنا يخليهم ليك يا حبيبي وخليك ليهم. تعال بص الفول بالتوم ابيقول يا جمالي وحركات وتركات واستمتعي بشوية فول بالتوم بتركات وحركات شيف حسن. تعمل ليه بالزبدة بالسمنة البلدي يا تفاصيلك يا حركات. اما الاسكندراني بص التفاصيل اجيب الاسكندراني هنا اهو. عشان يبقى صاحي كده عندي اهو. ادي الفول اسكندراني. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك. فضله ايه عم حسن? فضله الدقة. اما الفول بالبيض. تعال بقى شوف التفاصيل. دخل مكوناتك دي مع بعضها كده. قبل ما تديله بقى. قبل ما تديله البيض يا عم حسن اهرسه. كده هو. دخلوا كله ببعض كده قدامك هو. بعد ما تهرسوا عم حسن جهزيه له بايركس. جهزيه له بيض. وكسلوا بيت جواه. ودخليه الفرن. يا تفاصيلك. اختاري واختاري. عمالت لك تمن افكار تقدري تعملي مية فكرة من الفول. خد يبالك اهي. زي امو ايمن بقى انت عايزة باللحمة العصاج. تعملي باللحمة العصاج. زي ما انت عايزة. يا جمالك. خليه كده نصف هرسة. وتأكدي ان هو نصف هرسة. تعالى بقى ناخده كده هو. واحنا بنصبه في الطاجن نقول صباح الفل يا اسماء وصباح البحر. صباح الفل يا اسماء. ازاي حضرتك يا شيف عامل ايه? كل بقونه. اه لو سمحت يا شيف كنت عايز اسأل على اللازانيا وعلى الكحك اللي هو اه الناعم. الكحك الناعم واللازانيا حاضر. حاجة تانية اسماء. يسلم ايدك يا شيف. صباح الفل يا هاني. تعال كده عم ياسر. نحط واحدة هنا. نحط هنا. يا جماله بقى وادلعه. فرني. على درجة حرة متوسطة. ادخله الفرن. ياخد جرتان. وما تنسيش رشة ملح خفيفة. يا جمالك. يا تفاصيلك حركاتك. يا تفاصيلك. يا جماله يا تفاصيلك يا حركات. دلع عيالك. دلع عيالك اهو ارفع ايدي فوق. يا جماله. ياخد جرتان. ورشت. رشت ملح خفيف. مع التركات والحركات. يا ام محمد يا غالية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالية. سلم اليك يا شيف حاسم. صباح الفل يا غالية. ممكن بس السلم على جوز بنت فتالية. اتفضالي. بس سلم بس على السيد علي وردة وبقول له ربنا يطم القلب ورجقه يا رب وجوه لديه بالسلام. امين يا رب اسمه ايه? السيد علي وردة. يا رب لك ايه? جوز بنتي. جوز بنتك يا عم سيد ربنا يخلي لك ماما بالجد بتقول لك من قلبها ربنا يوفقك وترجع بالسلامة لعيالك والاهلك والبلدك يا حبيبي. واحنا بنبعت له احلى تحامل برنامجنا حاج. ادي الفول بيتم دولي يا تفاصيل. وادي عندي الفول اسكندراني. بص التفاصيل. عندي بقى يا عم ياسر الدقة. عندي هنا هو بحط معلقة زيت. تقدح عندي عشان اعمل له الدقة وهو كده عندي بقول لك يا تفاصيل وحركاته يا تكاته. كل التفاصيل كده قدامك لاسكندراني اهو. يا جماله. اروح ايه? جاي بقى الكلام ده. عشان اطحنه. واحدة واحدة كده اطحنه. وانا بعمله الايه? اطحن. واتفقنا البيض ادي له سنة ملح خشن مع سنة ملح خشن وسنة فيلف الخشن. على الوش من فوق. عشان تدلعها عيالك. كده اهو. مش اكتر من كده مش اكتر من كده. تعال لمه بقى كله على بعض عشان اتشف. تعال بصي هنا على الفول عشان اسأله شوية مية. بص التفاصيل. يا جمالك. يا حركاتك يا تكشفت حبة الفول البيتي عاملة ازاي? من غير اي اضافات. اللي عمله الرو ده ايه? العكس والطبعا الامح. بص الرو ده العكس والامح. بصي قدامك اهو. يا تقول بيت في الفرن بيقولك يا تفاصيله يا حركاته. اما التشة تعال بقى هو. تعال حط بقى معلقة التون مهروس. وقل صباح الفل وكل المحلقة وسيدة هالة. صباح الانوار ازايك يا عميد الاكل العربي? نهارك اشتا وسيدة هالة. انت العميد ودايما بقولها وهفضل اقولها برد. ربنا يديك الصحة والعافية. عارف ليه بقى? عارف ليه? تفضلي. لانك بتعمل كل انواع الاكل للغاني وللفائيه. اه هو من ترجل ده وده 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 وده. الله يكرمك ويديدك دايما من نعيم. امين يا رب امين يا رب. الوقت انا بهني الحجة خديجة اختي من اسكندرية. وبقول لها كل سنة وهي طيبة واختي دي بتعتبر الام التانية ليا وام الاخواتي كلهم برضو. فلكن هي زعلانة من حضرتك لانها طلبت مين اللي انا اتكلم معاك اقول لك عايزة اللقمة اللي هي الدمياتي. الدمياتي حاضر. وحضرتك ما وعد. لا هعملها لها. عملها لك. احلى تحية لها في اسكندرية وبوعيدك اعملها لك. قبل عيد الامة اعملها لك. اه وعشان كده انا بقول لها كل سنة وهي طيبة وابعت لها التحية بنفسك علشان هي بتحبك جدا يا جديد. اسمها ايه? قوليه الاسمها ايه? خديجة المرسي من اسكندرية. يا حجة خديجة يا مرسي احلى تحية من اختك ومن برنامج اكلات وتكتش في حاس اكلات الحياة بنعتذرلك 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 وكل سنة وانت طيبة وعقبال مية سنة يا ربي اديك الصحة والعافية. تحت امرك بص التاشة بص التاشة بتاعة الف الاسكندراني. حمس 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 التومة. حمس التومة وما تستعجلش عليها. وانت بتحمس التومة معلقة خل ومعلقة عصير لمون. قدامك اهو حمس التومة كويس. قدامك اهو معلقة زيت. حمس. والفول جاهز سخن كده الاسكندراني. وعندي الفولة بتوم جهز. والفولة بوبيت في الفور. زي ما انت عايز. حمسي كده. حمس 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 واقرس. واقرس عالتومة يا جمالك. يا جمال واقرس عالتومة يا عالتومة الاول. وبعد انت بتقرس عالتومة وتخدت اللون ده. تعالت فيها بمعلقة عصير لمون وبمعلقة خلا بيض. ازاي كده هو? يا تفاصيل وحركات واتكات. وعلى طول كده يا ياسر? على طول يا ياسر كده نروح فين? عالفول اسكندراني ويتشها. التركات والحركات لها ناسها انتظروني. وعودنا والسبيشيال كله عندنا بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا لك الدونوت ان بارح بتفاصيله وحركاته وتكاته عجلنا ريحنا فردنا خمرنا سوينا في زيت وبعد كده عام حسن حشينا بالحشوات اللي احنا عايزينا عملنا طوبنج. طب يا حسن اقدر اقلي في زيت وقدر ادخل الفورن تقدر يبدخلي في الفورن. نفس الصاج اللي انت خمرت عليه زي ما هو كده دخلي الفورن على درجة حرامية وتمانين خمسة وعشرين دقيقة يطلع معاك زي الفورن. بس ما تنسيش ان لازم يكون متقمر كويس جدا عشان ياخد البومبية وياخد اللاف ما مهبطش منك. وفورنك يكون محققة درجة حرامية وتمانين. النهاردة بدأنا حلقتنا قلنا باسم الله الرحمن الرحيم. تعالي نعمل الفول في البيت الفول ان البيت بتفاصيله وحركاته وتكاته جبت فول صعيد صغير نقيته شطفته نقعته لمدة اتناشر ساعة حطته في الحل وحطت عليه بصلاية وطمط مية مبشورة ومعلقتين عدس ومعلقتين من القمح وحطت له مية فوقه باكتفاية قد ايه? اتنين صنطي فوق. وبعد كده يا حاسل عملت ايه? اول ما اخد غلوتين هاديت النار عليه. تعالي بص كده عم ياسر. زي ما انت شاف ده ايه? هقول لك اهو. نرجح هنا الاول. بص الفولة حباية بحبيتها. وعندي رو عندي رو عندي خليط بسبب العدس وبسبب القمح بص اهو. قدامك اهو. يا تفاصيلك عندك اهو. بص عندي الحباية عاملة ازاي? دخل في السوا يا حسن وانت على الهوى كده اه دخل في السوا خد بالك. تعالي بقى طلعي منه المشتكات ودلع عيالك. تحط له شوية فلفل مقلي شوية بتنجان شوية سلطة الطحينة شوية بتنجان شوية سلطة شوبسي زي ما انت عايش شوية مخلل شوية تعيش بلدي متأمر ودلع عيالك هتفرش على الارض هتفرش على طبلية هتفرش على صفرة دلع عيالك زي ما انت شايفها قدامي. ادي انواع الفول قدامك اهو. تاي ما انت عشايفة كده تعملي بالسجوء. تعملي بالسجوء. وادي ادي بالتومة. يا جماله. وزي ما انت شايف ادي بالخلطة. ادي بالخلطة. ادي بالبيض. ادي المدخن. ادي الاسكندراني. ادي كبعا ما تنسيش تعملي بالتومة. وعيشي عم ياسر وعايش كل سيدة مشاهدينك. اه did dive. افت Psalm 203. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة